نهاردة مشاهدين الكرام الحقيقة كلامنا هيكون عن موضوع مهم جدا انتشر في الفترات الاخيرة وبقينا بنشوفه بشكل كبير جدا موضوعنا نهاردة هيكون عن الزهايمر يمكن المخ ده نعمة كبيرة جدا بتميز الانسان مشكلته الكبيرة بقى لو مبقاش في امان واخد وقت كبير من التفكير ومبقاش يعني في اي امان نهاردة هنتكلم عن الزهايمر للناس اللي انتشر عليها ايه الاسباب هل اكلنا ممكن يكون اثر علينا اه الطرق الاسلوب الحياتي الحياتي الدغطوط وانهنا عم نفكر كتير جدا بشكل كبير جدا في كل حاجة وفي كل تفصيلة هل ده ممكن يكون برضو اثر علينا هنعرف تفاصيل كتير جدا عن الزهايمر مع الدكتور علي النبوي استشاري الطب النفسي والاحصاب اسمحوا لي ارحبين اهلا بيك اهلا وسهلا الحقيقة النهاردة يعني نتكلم عن الزهايمر الزهايمر للدكتور يمكن نوضوع حداك اكيد لاحظته في الفترات الاخيرة انتشر قوي وظهر وحتى الدراما يعني بقى اتصلت عليه الضوء من كتر ما هو منتشر خلينا اقول الاول يعني ايه الزهايمر جاي منين يعني وضعوا بكلمة الزهايمر دي والسن بتاعها لانه احنا دلوقتي كشباب انا عندي زهايمر لا اصلا عايش اصلا نسيت اصلا عندي زهايمر تمام هو اسمه الزهايمر انما المصريين بينطقوه زهايمر حتى عاد الامام عامل فيلم يسميه زهايمر اه فاحنا مجازا بقول زهايمر عشان خاطر ما يبقاش صعب النطق على اي رب تمنزل او انسان بسيط او عامل بالمناسبة لزهايمر ده اسم العالم الذي اكتشف هو طبيب جراح اكتشف هذا المرض لما لاحظ ان فيه ستة كبرت في السن وبتخرف وبتعمل سلوكيات غريبة فاهتم انه بعد ستة دي ما تموت يشرح مخها ويشوف المخ ده في ايه الكلام ده تقريبا كان سنة 1906 شوفي بقى حضرتك من 1906 والاهتمام بهذا المرض زاد ازاي عندما اكتشفوا هذا الطبيب الالماني والى الان في المانيا بيهتموا جدا بمنع المرض وليس علاج المرض يعني مرحلة علاج المرض دي هما وصلوا فيها الى باعة طويل جدا لكن هما النهاردة بيهتموا الله طبيب الالزهايمر ده واباق يهدد كبار السن لانه في الدول الاوروبية بقى معظمها معمرين والاسيوية حقيقا لسألهم مينة وعشرة هناك عندهم حاجة اسمها quality of life مش مهم انه عايش انما جودة حياتي عاملة ازاي تكون تعبان ومريض وصعب حياته كاري حياته عندهم مصطلح كده جميل يقولك الانترست الاستمتاع فاذا كانت الحياة فيها lack of interest قلة في الاستمتاع ده اللي هو يشبه الاكتئاب فتبقى الحياة دي ملهاش لازمة انما هو عايش طول ما هو عايش استمتع فهناك الحياة تبدأ بعد الستين تقوس رياضية في ويك اند بتفسح بيه لكن بدأت الامراض تهاجمهم الايدز لما كان بيهدد الامريكان اخترعوا له علاج دلوقتي وكابسولات بتقضي عليه عملوا توعية صحية شديدة جدا وتعالي نشوف حلقتنا النهاردة ايه الجديد في الالزهايمر احنا قلنا من 1906 والابحاث شغالة بهذا الشبح الذي يهدد حياة الشخص ويجعله مغيبا ودي بقى نصيحة لكل السادة المشاهدين اللي بيشوفونا ليس الزهايمر ان نسيت الولاعة ولا نسيت البن على البتجاز القهوة فبتفور ولا كنت نازل السوق اجيب دكتور كيس ملح ونسيته هل في فرق دكتور بين النسيان والزهايمر ولا لكنين النسيان انا وحضرتك وكل السادة المشاهدين ربنا خلق النسيان ده نعمة لانه النسيان نقل حاجة المخ مش عايز يهتم بيها اهي الى حتة اسمها لها شعور كيجا ننسيت وفي علم النفس الشخص اللي بينسى حاجة هو محتاج ينساه عشان يرتاح فاللي بيحزن على بابا وموته وبعد ماماته بيقعد شوية بينسى وبيمارس حياته الطبيعية ويتجوز ويفرح لانه لو عاش نفس لحظة الحزن الاصلية حياته مش هتمشي لا هيكره لا هيشربه هيموت حقيق فهي نعمة برضو بتتطبق في الحياة انه لما انسى حد مسلا مقرب اعرف ان مخك مش حابب هذا الحد ونفسه ينساه لما تنسى معاد اتحدى ان حد يكون وراه معاد مهتم بيه وينساه مستحيل انما احنا بننسى الحاجات يا خبرة بيض المعادل فلان ازاي انسى انت انسيته لانك مش هستروح فده النسيان العادي وده ممكن نبقى نعمل اجهد في تمارين الزاكرة والحاجات دي لكن عشان ما نخرجش عن الموضوع بتاعنا بيحصل انه النسيان بتاع الزهايمر مميز بانه نسيان سلوكي كمان سلوكي يعني ايه يعني منفعش انا بنسى وخلاص وتقولي عن الزهايمر لا ده واحد كان بيسوق العربية ما عادش بينفع يسوقها واحد كان بي بيعمل مهارة بيلبس جاكت زي ده خلي بالك انه مهارة تلبس الجاكت تدريب من المخ فالمفروض اليد تنتنب طريقة وتتفرد بطريقة عشان ايد تلف وتلبس الجاكت ده المهارة دي بعد ضمور خلايا المخ زي ما قلنا الزهايمر اللي شرح المخ ولقى في ضمور في الخلايا بتنسى المهارة دي فينسى السواء 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 دي فيها فاق المركب انه العربية المانوال مثلا لا بيدوس دبرياش لازم يكون معدوسة من دغيار اه بالضف فزي تزرير الزرار وفك لا عضلات عكس بعضها طرف التمرين بتاع واحد يقول له ايه اعمل كده ايوة لو واحد جاي اعمل الحركة دي في الاول هيلاقي نفسه يبي اعمل كده يبي اعمل كده فين على ما المخ يكتسب مهارة انه ايد بيتعمل بالعرض و ايد بيتعمل فرتيكال يعني يحتاج تركيز قوي من المخ يحتاج لا مهارة فالمهارة دي برضو بتاع الواحد اللي بيجي السواء عربية بيجي في الاول يكسر الفتيس ويكسر الاستوانة وعلى ما رجله تاخد على الوضع ده ايوة دي مهارة المخ اكتسبها مهارة حديثة بعد شوية ينسى في الآلزهايمر الانسان ما بينساش القديم تكلمه في القديم تلاقيه لطيف وكويس جد لكن ينسى احفاد وينسى الاحداث الجارية بيجيب احداث من بعيد او يا دكتور بيقول الجد الجد وكان بيعمل كزا وايام جمال عبدالنص وايام السادة يجيب حاجات خلايا العصبية للماضي اقوى ده نمرة واحد نمرة اتنين وده الاهم انه الحديث هو مرتبطش مين موسيقى الجديد بقى في الابحاث هناك عملوا حاجة اسمها عملوا دراسة على مرضى الالزهايمر مين اللي عرضى الالزهايمر يهم الاشخاص الانطوائيين مالهمش صدقات ما يعرفوش الاحداث في ناس في مصر دلوات لو قلتينو مثلا سمعت عن اي احداث يقولك مش متابع محي مش متابع احداث سياسية احداث كروية مين غلب مين تلاقيه مش موجود وده ببقى عرضة للخرف والعط والالزهايمر في ايش يخوخ واحد بقى تلاقيه بيحل الكلامات المتقطعة مهتم بالاخبار له صدقات له تقوس لكده انا شوفها دكتور كده الصبح كده لازم اعود الان واشرب شاي بحليب وارد درنان واشوف الدنيا فيها ايه ما اقدرش ابدأ يومي غير بكده ونمبر واحد اللي مش اجتماعي اه الانطواعي اتنين غير المنخرط في المجتمع يعني ايه انا ممكن اكون اجتماعي بس مش مهتم برده بيروح شكلا كده وخلاص اعمال روتينية قوي يا دكتور بيروح المكتب ويرجع البيت ينام اقلة ممارسة الرياضة الرياضة الجسدية التغذية بالحاجات اللي هي دهون سلاسية تنخفض وليست مرتفعة يعني بيحافظ انه مثلا بدل الزيت بتاعنا اللي هو مرتفع في الدهون السلاسية يجب مثلا زيت زاتون او زيت السمسم اللي هو الزيت الحار اللي هو ده من الحاجات بتخفض الـ L-D-H والـ HDL الـ L-D-L و الـ L-D-L بطريقة تخلي الناس غير عرضة لترسب الكوليسترول على شرائين اكلنا فاست فود مطعم الجميلة اللي بارد اغلبية البلد الفكرة كمان انه ممكن واحد يأكل يعني كل اللي نفسه فيه مكان زمان بيشرب سامنة بلادي وميجلوش ألزهايمر لانه كان عنصر الحركي عالي النهاردة اللي سكن بالدور التاني او التالت لو الأسانسير عطلان هيبقى متدايق جدا حتى في الأرياف وفي العشوائيات وفي الماكن الساحلية ظهرت ظاهرة جديدة علينا اسمها التوكتوك التوكتوك وما شابهه عامل ايه عامل زي الأسانسير بالظبط انه الواحد كان بيتماشى مثلا متين تلتميت متر الاخر الشرع حشان ده بجنيه ما تفرقش ده باتين جنيه ست بيت بتتساوي او جايب حاجة وبقت بقولك ظاهرة مفروضة علينا وهي مش يعني هي مش كارثية ما هو الأسانسير ده مفيد للمعاقل اللي كبار السن وقل يان عندي زهايمر وقل ده عنده زهايمر مينفعش الزهايمر له تصنيفين في حاجة اسمه ايرلي يعني المبكر الزهايمر مبكر وليت الزهايمر المتأخر الفايصل سن 65 سنة يعني قبل 65 سنة ممكن واحد على الخمسين يبدأ يجيله الزهايمر ده نسمي ايه ده نسميه مبكر او بعد 65 ده نسميه المتأخر يعني خلاص استاوي بقى ايه بقى يا دكتور احنا اقولنا اغلب الاسباب اللي ممكن تعمل الزهايمر اه ايه المفترض ان احنا عندنا نعمله وهل في علاجات وقدت عندنا دلوقتي للزهايمر او الزهايمر مازال لسه لم يوجد له علاج بتاة انما نحاول نقومه الزهايمر لو المريض جابدري ودي علامات اللي زي بقول لحدك عليها انه يبدأ التركيز يقل السلوكات تطلق بطفحنا لسه في الاول هنا بندى الادوية اللي هي بتغير الناقلات العصبية المسؤولة عن النسيان زي عقار اسمه الدوني بيزيل الدوني بيزيل ده اسم علمي منه مشتقات كتير في السوق الممنتين دي من الادوية الحديثة جدا دلوقتي وبدأوا يعملوها للاطفال اللي بتنسى كمان والاطفال اللي زاكرتها قليلة ادوية شرب بطعم كويس الادوية دي بياخدها الطفل بتنشط زكاؤه ده بالذات بقى الاطفال التوحد اطفال اللي هو اختناخ الاكسجين اثناء الولادة الاطفال اللي زكاؤهم قليل العيوب الخلقية في المخ العيوب الوراسية دي محاولات من الادوية لتحسين حالة المخ الزاكرة والانتباه والوعي وهل فيه حاجات تانية اخرى مساعدة معايها يعني اكل معين اعتمد عليه لما نعرف ان العين الجمل المخ عشان شكل المخ المكسرات عامة اه زي مقالنا بتبقى خافضة للكولسترول اللي هو الكارسة في كبار السن انتو عارفين حضراتكم ان الكولسترول مش قضيته بس في التركيز بترسب على شرعين القلب التاجية فيقول انا مريض قلب وعندي زبحة يترسب على شرعين الكلاه يرفع الضغط يترسب على شرعين المخ بقى ده مهمة بشكرك يا دكتور شكرا جزيعا وعلمات الجميلة والقييمة دي كان معنا نهاردة دكتور علي النبوي استشاري الطب النفسي والاعصاب مشاهدين الكرام بك